أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وصلنا إلى محور حلقتنا اللي هو يتحدث عن الانحرافات السلوكية لدى الشباب الانحراف هو مخالفة للقيم والمعايير المعتمدة في المجتمع وتتنوع سباب الانحراف وتتأثر بالعديد من العوائل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية أما بالنسبة للشباب والمراهقين فهناك علامات للانحراف العلامات السلوكية منها التغيب من المدارس والجامعات وتراجع المستوى التعليمي والتحصيل الدراسي وإهمال العمل والميل إلى التسلط والعصبية نعم أحمد وأحيانا أيضا يكون سرعة بالانفعال لأدفع الأسباب والتأخر الدائم في العودة إلى المنزل والتشتت الذهني الدائم إضافة إلى عدم تقبل النصيحة من الآخرين وأيضا الاحتيال وحتى عدم الصدق مع النفس والتمرد على الأهل خصوصا لو كانوا يحاولون أنه النصيحة ويكون سلوكهم قويم طبعا هذا كله يكون من عدم الشعور بالندم أو الذنب وغياب أيضا التهذيب والاحترام وكذلك غياب الاعتذار والعطف والتعاطف الابتعاد عن الأهل والألفة والرأفة والطيبة اللي ممكن تكون داخل العائلة وعليه فإنه الانحراف هو سلوك لدى بعض الشباب أسبابه ومعالجاته ممكن تكون هي محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوع حوارنا اللي رح يكون مع الدكتور أحمد الذهبي لكن بعد من شاهد هذا التقرير ربما يسلك البعض من الشباب أساليب لا تنفع أن تكون ودودة وقد يفرض الأغلب الابتعاد عن أصحاب السلوكيات أو تقديم النصح لهم بأن يكون ذوات منفعة لأنفسهم وللمجتمع أنصح بهواري بس المشكلة توعية هنا المشكلة توعية أنت تتعب وتوعي بس يطلع من يماك يمشوا يشلة تعبانة راح كل اللي حتشيته يروح بالشط وصلت الفكرة فأنصح لوجه الله تعالى أن الشباب يلتزمون زين والله ما حد يفيدك غير أخلاقك أسأل إيش تبعدها؟ تروح تقطب لك فديوم ما ينطف مرة أذا أسلوبك تعبان أما أذا أسلوبك زينة وصحيحة قبل يقول لك قبع وخذ على قارة مثلنا العراقي والله العظيم النصيح يوجه الله تعالى أرجع وكرر وارجع وكرر امشي بالطريق الصحيح ما حد يفيدك غير بس الأغلب يتخذ من التجاهل أسلوبا للابتعاد عن الشباب الذين يتعمدون سلوكا غير صحيح سواء في التعامل أو في التعايش مع الآخرين مهما كانت تختلف السلوكيات من شخص لآخر وقد تكون تارة إيجابية وتارة سلبية عند آخرين لكن النصيحة والتوعية والثقافة سلاح لتقويم الشباب فيما بينهم لقناة العراقية مصطفى السعدي بغداد أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وصلنا إلى محور حلقتنا مع ضيفنا اللي انضمننا داخل الستوديو الدكتور أحمد الذهبي أستاذ في علم النفس في جامعة بغداد أهلا وسهلا بك يسعدنا صباحك الخير والعافية صباح الخير صباح السعادة صباح النفوس الآمنة المطمنة صباحكم عسل بل صباحكم كما تتمنونها وأكثر صباح الفرح إذا أردت أن تسعد أو أن تكون سعيدا فاسعد الآخرين صباح السعادة صباح الأنوار أهلا وسهلا بك وعلى هذه التحية الجميلة اللي نحسها مليانة طاقة دائما نشوفك بهذه الطاقة المتجددة طبعا هو الشباب طاقة فإن شاء الله شباب إن شاء الله اليوم محور حلقتنا جدا مهم يتحدث عن أخطر فئة اللي هي فئة الشباب اليوم نحن نتحدث عن سلوك بعض الشباب وآثار برأيك نحن نريد أن نتحدث عن التنشئة لهذه السلوك الموجودة عند بعض الشباب طبعا موضوع جدا مهم نتحدث عن الشباب وعن التنشئة وعن الطاقات الشبابية ولكن أبدأ في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحدث عن الشباب فقال عنده قال أوصيكم بالشباب فأنهم الأرق أفئدة الشباب في المجتمع في كل مكان هم رقيقية القلوب الأرق أفئدة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك تجد الشاب حنون قلب رقيق علي أوصيكم بالشباب فإنهم الأرق وأفئدة عندما بعثني الله بشيرا ونذيرا حالفني الشباب وخالفني الشيوخ هذا هو الحديث عن الشباب وكذلك عندما تحدث العلماء والفلاسفة مثل أرسطو وإفلاطون وعندما تحدثوا عن الشباب قالوا تتوقف وظيفتنا عندما نتوقف عن فهم الشباب لأنهم كلمة السر للباب المجهول لذلك عندما نتحدث عن الشباب وعن الطاقات الشبابية وكيف ينحرف الشباب وعن التنشئة الاجتماعية عندما أتحدث هنا عن الانحرافات السلوكية الانحرافات السلوكية هي كما بدأ السؤال حضرتك هي تبدأ مع التنشئة وهي ليست فطرية تولد مع الانسان أن يولد لديه انحراف أو يكون منحرف بل هي تأتي من خلال التنشئة الاجتماعية وأنا دائما أوصي وخصوصا في التنشئة الاجتماعية وفي بناء الانسان وصناعة الانسان نعم نحن اليوم كمختصين في علم الناس وعلم الاجتماع والإعلام دوركم له الدور الكبير في صناعة هذا الانسان من خلال التنشئة الاجتماعية مثلا الأسرة هناك ثلاث مؤسسات نعول عليها خيرا المؤسسة الأولى هي الأسرة لربما يكون أحد الأبوين منحرف فينحرف الأبناء وكذلك المؤسسة الثانية التربوية المدارس الجامعات والمؤسسة الثالثة هو دوركم الإعلام هذه المؤسسات الثلاثة عندما تتكاتب نستطيع أن نصنع الإنسان نستطيع أن نصنع الشباب لبناء المجتمع لبناء الوطن لذلك نعود ونقول هم الأرق وأفئدة هم صاحبين الحنان والحنية الشباب طيب دكتور أفوا يعني هنا النقطة راح تكون لما يكون موضوع موفطري مثل ما ذكرت حضرتك موضوع خاص بالتنشئة بالتالي هناك عوامل محددة ممكن أنه تكون أثناء هذه التنشئة تسبب لي الانحراف بهذا السلوك طيب خلينا نتحدث عن هذه العوامل يعني اتحدثت حضرتك عن قد يكون أنه الأب أو الأم منحرف أو أحد داخل العائلة منحرف لكن خلال مشاهداتنا ممكن أنه تكون عائلة متماسكة عائلة مثالية يسمها إلها سمعاتها لكن يطلع شخص واحد من هذه العائلة ممكن أنه يسبب لهم كل هذه المشاكل بسبب انحراف السلوكي نعم الانحراف السلوكي نحن يجب أن نميز هناك نوعين من الانحرافات السلوكية هناك انحراف سلوكي أخلاقي وانحراف قيمي انحراف في القيم وأخطر شيء هو الانحراف في القيم لأن هذا يكون متأصل في العادات والتقاليد يجي نتيجة شنو؟ الانحراف القيمي يأتي من خلال هناك الكثير من المؤثرات مثلا نعطي اليوم الشاب الشاب أو هو إحنا اليوم عندما أنا قل في بداية حديث صناعة الإنسان الشاب يتلقى الإنسان يتلقى نعيدنا في التربية في بناء الشخصية وبناء الضمير تبدأ من خمس سنوات الأولى من عمر الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة الرشد يتلقى من البيئة المحيطة حتى اليوم اليوم المتلقي وأنا أحب أن أشير إلى شيء جدا مهم حتى الدراما أفلام الكارتون التي تعرض فيها انحرافات سلوكية وتشويه للقيم والعادات داخل المجتمعات نعم هناك الكثير من الأشياء التي تحاول أن تشوه الفطرة الإنسانية اليوم وصلت إحنا كنا نتحدث عن الدراما وعرض المشاهد في الدراما بل وصلت إلى عرض مشاهد في أفلام الكارتون والرسوم المتحركة التي تشوه القيم والعادات والتقاليد لذلك على الأسرة وعلى المتابعة هناك نحن عندما نتحدث عن الأسرة وهي لربما المؤسسة الكونية الأولى التي وضعتها قوانين السماء ولكن هذه المؤسسة أصبحت لا تقوم بدورها الكل مجغول عالم السرعة عالم الأنترنية اليوم الكل يعيش في فضاء خاص لذلك أنا أقول نحن اليوم حقيقة بحاجة إلى تربية الآباء قبل تربية الأبناء نحن اليوم بحاجة إلى تربية الأبناء لذلك الانحرافات السلوكية لدى أبنائنا لدى شبابنا لدى هذه البنت بناتنا تحتاج إلى من يتابعها لذلك أنا أقول اليوم كم مننا نحن كآباء داخل الأسرة داخل البيوت يشارك أبنائه الشباب في حديثهم في حوارهم أين ذهب مثلا اليوم سويت اليوم رحت للدوام وجيت من المدرسة رحت للجامع يعني لم يشاركوا أيضا في الحديث لذلك هذا الشباب يصبح لديه انكسار نفسي وإحباط لم يجد هناك من يطبب جراحه أو من يتابعه لذلك نحن نحتاج إلى الاهتمام ونقطة مهمة على كل أم تسمعني وعلى كل أب أقول لهم التشهير تشهير بأبنائكم التشهير بماذا؟ التشهير بالمديح أنا أشهر به بالمديح نحن نحتاج إلى التشهير بالمديح لأبنائنا لبناتنا لشبابنا اليوم أنجز أتكلم مع أبناء عمه وأبناء خالاته اليوم فلان التشهير بالمديح هذه نقطة جوهرية ومهمة دكتور أحمد قلت أنه الشاب دائما يتلقى من طبع يتلقى الكل يعرف أنه اليوم الشاب هو مر بمراحل عمرية من الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب كان داخل أسرة مغلقة ويأخذ التعليمات والتوجيهات من هذه الأسرة إضافة إلى الأسرة المدرسية بعد مرحلة الشباب والنظوج أو مرحلة الشباب مثل ما نقول بدأ يطلع إلى العالم الآخر ينظر إلى أقران الشباب ونضم لها إلى ذلك نحن في السابق شنا نقول أقران الشباب نضم لها إلى ذلك مواقع التواصل الاجتماعي نفتح إلى هذا العالم بمسرعيه برأيك هنا نشلون رح نقدر نحافظ على مفهوم الشباب بالقيم والأخلاق اللي تربع لها وما يتطبع ولا يتغير نعم بهذه الأخلاق اليوم أنت أشرت حضرتك إلى نقطة مهمة بين السابق وبين الحاضر والحديث هو الانحراف الألكتروني الذي نحن نقول وبكل صراحة أصبحنا عاجزين عن السيطرة على هذه المنظومة أو الجو أو الأجواء الألكترونية التي أصبحت تخترق كل شيء لربما تدخل إلى بيوتنا نحن نتخوف اليوم حقيقة على شبابنا بناتنا هذا الاختراق الألكتروني هناك أشياء لربما أشياء تصيب القيم والأخلاق والعادات وكل شيء لذلك كيف نتحصن أو نحصن أبناؤنا أنا قلت النقطة الأولى هي المتابعة من خلال آباء مشاركة أبنائنا حتى مشاركتهم فيما اليوم أنا اليوم كأب أشارك أبنائي ما المشاهدات الأشياء التي طلعت عليها أنا أتصفح مع أبنائي لذلك نحن تركنا أبناؤنا والنقطة المهمة اليوم أنا أسجل كل إيجابية لابني والتي فقدناها في الحياة اليوم أنا عندما أرجع وأعود إلى المنزل أسأل ابني في الإعدادية وبنتي في المتوسطة ما مطلعاتكم اليوم ما الذي شاهدتموه ما الذي رأيتموه أحاول أن أستدرجهم وأعطيهم أيضا مكافأة معنوية ومكافأة نقدية لكل ما يأتوني به ومحمل من هذا العالم الإلكتروني ومن الجو الإلكتروني وأحاول أنا من خلال كتاباتي ونجري واتصالاتي أن أشهر بهم بالمديح بما جاءوني به من خلال تواصلهم على المواقع بما حصلوا عليه من أشياء علمية من إنتاج علمي جديد بما يطرح من علوم جديدة ولكن دون الذهاب إلى المواقع التي لربما تسيء إلى الأخلاق والمواقع الإباحية التي أصبحت هي أساس الإنحرافات السلوكية وأصبحت تدمر المجتمع لذلك التوصية عندما سألت حضرتك وأنا قلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الأرق قلوب الأرق أفئدة يحتاجون من يحتضنهم يحتاجون من يحتويهم هذا الشاب يحتاج إلى أنا أقول لك بصراحة أصبحنا صحراء قاحلة جافة تتعطش إلى كلمات الإرواق كلمات الحوب كلمات الحنان كلمات الاحتضان أستاذ أحمد أنا أستطيع أن تشيله من هذا الواقع الألكتروني خل الداخل وياكب هذه النقطة يعني عذراً يعني ولو الوقت لزميلتي رسل لكن أردستوقفك عن هذه النقطة اليوم الآباء والأهل يواجهون مشكلة هم أمام عصرين عصر السابق اللي احنا تربهنا عليه والعادات والتقاليد اللي هي بعيدة عن التكنولوجيا والحداثة واللي موجود اللي أخذنا من عدهم اللي هم تربوا على آبائهم وأجدادهم واليوم احنا الحداثة والتطور حتى بالتدريس أكو طرائق تدريس في كل سنة متغير الأستاذ والمدرس يأخذ طريقة جديدة بالتدريس لكن اليوم شلون نغير طرائق تعليم الأسرة مع أبنائهم نعم سؤال جدا مهم طرائق تعليم الأسرة مع أبنائهم اليوم خصوصا مع هذا العالم الإلكتروني وأنا أشر قبل قليل اليوم أنا توصية إلى كل أم إلى كل أب اتركوا هذه الأنفة ونحن نلاحظ الكثير من الشباب هناك قطيعة الشاب لربما لا يتحدث مع والده لمدة يومين أو ثلاثة وأنا أشرت وقلت هذه الأنفة المرتفعة وقلوبنا القاسية المتحجرة لربما نحن كرجال كآباء أتحدث عن نحن الذي لربما العاطفة عدة المرأة أكثر ونحن كآباء كرجال لربما تجذرت فينا قساوت وجلافة الصحراء أصبحنا لا نحاور أبنائنا لا نجلس معهم في السابق وأنت أشرت بين الماضي وبين الحاضر الإلكتروني في الماضي كانوا يقولون المجالس مدارس وكانت الأسرة تجتمع على مائدة واحدة وهناك وقت للغدا ووقت للعشاء اليوم أصبح الحياة لا يوجد وقت للغدا تجتمع الأسرة ولكن ما الذي نريده توصية إلى الآباء الذي قلت أصبحوا صحراء قاحلة نستطيع أن نحتضن أبنائنا من خلال التشجيع من خلال السؤال من خلال المتابعة من خلال الحوار وأجعله أهم نقطة في حواري وجلوسي مع أبني أدع له مساحة من الحديث هو الذي يتحدث وهذه التي تسمى المساحات البينية الكثير من الآباء لربما يفتقدون إلى هذه الثقافة أيضا عندما أخرج مع أبني أعطيه المساحة البينية يتحدث أسأله أجعل منه هو القائد هو الذي يقودني في حديثه لذلك هذه الثقافة مغيبة لدى الكثير من الرجال لدى الكثير من العوائل داخل الأسرة ولكن الأم صاحبة العاطفة صاحبة الحنان هي التي نعول عليها كثيرا هناك مشكلة ثانية خلينا نكون صريحين يعني ليس لأنه ممكن أن يكون أنا أم لازم أدع فعل أمهات اليوم الأم ممكن أنه خلينا نكون واقعيين هي ممكن تكون واحد من أسباب هذه الانحرافات على اعتبار أنه دائما بفعل الحنان وبفعل العاطفة هي رح تغطي على السلوكيات بينما أنه لو من أول سلوك سيء ممكن أنه صار الأب عند علم وصار الأخ الأكبر عند علم ممكن أنه كان ممكن ينحل الموضوع بطريقة أسهل لكن اليوم نقول أنه تغطي على هذه السلوكيات تغطي على هذه السلبيات بالتالي الموضوع رح يتراكم هناك كيف يكون التعامل نعم سؤال جدا مهم نحن نقول في البدء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجاله اليوم عندما تحاول الأم أن تحافظ على هذه المملكة هذه المملكة ربما تتعرض إلى الانهيار لماذا؟ لأن أنا أشرت الكثير من الآباء يفتقد إلى لغة الحوار مع أبنائك اليوم أنا شفت ابني مثلا شفت ابني أو الأمشة يدخن اليوم يدخن سقائر اليوم أصبحت تدخين السقائر ونحن نتحدث بكل صراحة وتعاطي المخدرات أصبحت أشياء لربما تغزو أبنائنا تغزو المجتمع عندما ألاحظ أي سلبية من هذه يجب علي أن أتحلى بالصبر والهدوء وأحاور ولدي نعم أنا أعطي العذر للأم الأم عندما تكون هناك معركة محتدمة داخل البيت لربما تؤدي إلى الهدم الخلل فينا نحن الآباء الذين نفتقد إلى لغة الحوار مع من هم أرقوا أفئدة هذه النقطة الجوارية المهمة فليعلم كل أب بأن هذا الشاب هم الأرق وأفئدة يحتاجون إلى الحوار المطعم بالحب الذي يحتوي على الحنان أنا أسأل كل أب اليوم ونحن في الحقيقة عملنا على مستوى جامعة بغداد استبيان سألنا سؤال بسيط وأنا قلت أصبحنا صحراء قاعدة يجب أن نراجع أنفسنا السؤال كم مرة قلت لزوجتك حبيبتي سنة أشهر لم يقلها سؤال آخر كم مرة تظن تولدك المراهق تأخذ ولدك في الأحضان أو تطبب على أكتافه لم نجد هذه هذه ثقافة مجتمع نحن اليوم نحتاج إلى هذه البرامج التوعوية لكل أب اليوم يشاهد يستمع لكل ما يطرح يرجع اليوم من العمل للبيت يأخذ أبناء الشباب يضعهم على صدره ربما يطبب على أكتافهم يقبلهم لذلك نحن نحتاج إلى هذه الثقافة وهي لا تكلف شيء أشياء جدا بسيطة وأنا أوصي أيضا الشباب كل شاب أن يضع لنفسه خطة خطة لمدة سنة وخطة لمدة خمس سنوات وخطة لمدة عشر سنوات وهناك مثل صيني يقول متى أبدأ أزرع فقال له أحد الحكماء منذ أن يصبح عمرك قبل العشرين وقال له إن فات العمر وفاتت العشرين فقال من الآن كل شاب حتى لو كان لديه انحرافات سلوكية حتى لو غرر به حتى لو أصبح لربما في مسالك الطرق المشبوهة يستطيع العودة يستطيع إصلاح ذاته نحن نطبب على أكتاف أبناءنا طيب أشرت إلى المخدرات هذه الآفة هل السلوك يعني نقدر نقول السلوك سلوك الشاب هو يخليه أدي السلوك البنحرف يؤدي إلى الإدمان أم الإدمان يخليه إلى الانحراف نعم سؤال جدا مهم نحن اليوم عندما سألت هذا السؤال أنا أعرف السلوك السلوك هو أي نشاط صادر من الكائن الحي أي نشاط نحن اليوم في علم النفس وفي أيضا في تحليل الشخصية عندما ننظر للإنسان ننظر إلى أي حركة وأي نشاط يصدر عن الكائن الحي فعندما ينحرف الإنسان ويصبح يتعاطى المخدرات أو أي شيء تتغير سلوكياته لذلك الانحراف هو الذي يغير ويشوه سلوك الإنسان نعم الإنسان خلق على الفطرة السليمة يصبح سلوكه جيد تعاملاته السلوك هو ربما أنا أقول لك هو فن التعامل مع الآخرين كيف أستطيع أن أتعامل مع الآخرين لذلك الانحراف هو الذي يؤثر في السلوك ويؤثر في القيم ويؤثر في العادات وتلاحظ الإنسان يصبح لربما في طريق مجهول مظلم يحتاج إلى العودة من هذا الظلام الدامس لذلك السلوك هو أي نشاط صادر عن كائن الحي وهذا النشاط نحن نعول عليه كثيرا نعم دكتور أحمد الذهبي أستاذ عم النفس في جماعة بغداد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وأيضا نتمنى اليوم السلامة لمجتمعنا بشكل عام واليوم واجب الأهل وواجب العائلة مراقبة أبنائهم واحتضانهم مثل ما ذكرت دكتور أحمد شكرا جزيلا لك شكرا لكم ولا شكرا كما أقوله لأحد الأطباء الألمان يقول الحضن في اليوم مرة يبعدك عن الطبيب ألف مرة أنا أوصي كل لذلك احتضنوا أبنائكم قبلوا أبنائكم أصبحنا صحراء قاهلة تحتاج إلى من يرويها بالحب وحمى الله العراق شكرا جزيلا لك شكرا لك ولي حضورك أكيد نورتنا بهذه الكلمات الجميلة شكرا لك